السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي مستمعين ومشاهدين على قناتكم الرياضية صفقة الموسم مفاوضة بين وكيل رونالدو وبرشلونا. عقد اخو الخيميد الوكيل نجم برتغال كيستير رونالدو اجتماعا مع رئيس برشلونا اخوة لابورتا لمناقش انتقال عدد من اللاعبين الذي يدير منز اعمالهم. وتطرق الحديث الى امكانية التعاقدي مع رونالدو. وتزعم صحيفة اس الاسبانية التي كشفت خبر الاجتماع ان الطبقة الرئيسية على الطاولة الغداء في برشلونا كان استكشاف مينز امكانية ان يمثل الكامبنو مخرجا للرونالدو من جحيم الدوري الاوروبي الذي انتدروا اذا استمر في مانشستر يونايتد. واضافت ان مينديز كان قد عرض رونالدو سبعة وثلاثون عاما على برشلونا الصيف الماضي. لكن البشاكل المادية المعقدة التي يمر فيها برشلونا حالت دون اتمام الصفقة. وقد يكون تعاقد البرسا حقيقة او مناورة تستخدم للضغط على الباير ميونيخ في المفاوضة المعقدة مع الفريق البفاري لدم من مهاجم بولندي روبرت ليفاندوفسكي. وتتبع اس ان الرجلين ناقش خيارات اخرى واسماء يريد دماء للبرسا في مقدم تصانع مانشستر سيتي بيرنادو سيلفا وروبين نيفيز لاعب وسط ليفرهامبتون ورافايل ليا ومهاجم ميلان. وكل هؤلاء اللاعبين يفكروا البعصة فيه لتقوية الفريق في الصيف او في المستقبل. وافيد الاسبوع الماضي ان رونالدو الفائز بالكورة الذهبية خمسة مرات. خمسة مرات طلب السماح له بمغادرة منشستر يوناتد اتلقى عرضا مرضيا في الاسابيع المقبلة. وتفيد صاحب التايمز البريطانية ان قراره مدفع بالرغبة في اللاعب بالدوري ابطال اوروبا. وتؤكد الصحيف البريطانية ان الدول لديه ثلاثة او اربع سنوات متبقية. ولا يزال مستقبل رونالدو دبابيا. وخاصة انه لم يتحق باولى الحساس تدريبيا مع يوناتد وتدريعا باسباب شخصية. وليس بارسلون واحدة من نسبة بالتعاقد مع رونالدو. فهناك فرق اخرى كتشيلسي وباير ميونيخ. دايما اخواني اخوتي مستمعين ومشاهدين على قناتكم الاخبارية. لا تنسوا امد الاشتراك في القناة. وكذلك تفعيل زر الاشتراك في القناة. وكذلك تفعيل زر الاشتراك لكم كل جديد. دمجوا في رعاية الله. واللقاء الى خبر قادم ان شاء الله.